أهلا بكم من جديد قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور إبراهيم البدوي إن الموازنة تستهدف تحقق 54% من ناتج المحلي للقطاعات منوها إلى تحقيقها ما بين 10 إلى 15% لهذه القطاعات حاليا بما يشكل فجوة كبيرة مؤكدا سعي الوزارة لمضاعفتها عن الموازنات السابقة ودع البدوي المجتمع الدولي لسد عجز الموازنة مبينا أن الموازنة تستهدف زيادة الجهد المالي من 6% إلى ما بين 15 إلى 16% وأكدا ستافة القضايا الاجتماعية كأولوية وإصلاح الخدمة العامة والأجور بزيادة تصل إلى 100% وتستهدف السياسات الاقتصادية الإصلاح الاقتصادي وفقا للبرنامج الإصعافي في إطار الموازنة وإعادة هيكلة الموازنة بالإضافة إلى إصلاح السياسة النقضية ومناخل السثمار والإصلاح المؤسسي لكلية للاقتصاد ووضع حلول لمعالجة القضايا الأساسية سودان جديد بواقع جديد ورؤية مختلفة هو ما يحكم موازنة العام 2020 المحاطة بتطلعات جماهيرية واسعة لحياة كريمة وتحديات جسام على المستوى الاجتماعي والاقتصادي كأول موازنة تعقب الإطاحة بالنظام البائد ويشكل الوضع تحديا في سبيل تحقيق تنمية تشاركية مستدامة تستصحب كل قطاعة المجتمع وبعد الاعتداءة المتكررة على المال العام التي دمغت النظام السابق تسعى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لتكون الولاية الكاملة للوزارة على المال العام نقطة فارقة ما بين الماضي والحاضر وأن تعكس الموازنة رؤية الدولة في الإصلاح الاقتصادي وتقليل الإنفاق الحكومي ومعالجة العيز في الميزان التجاري بخفض الواردات لصالح الصادرات خاصة أن السودان يملك العديد من المنتجات الزراعية ذات الميزة النسبية في الأسواق الخارجية إلى جانب الصادرات المعدنية وأهمها الذهب الذي كان يتوقع يعوض الفاقد من صادر النفط الذي ذهب مع انفصال الجنوب وترتكز موازنة 2020 على البرنامج الإصعافي لحكومة الفترة الانتقالية الذي يستند إلى تحقيق العدالة والتنمية المتوازنة واستدامة السلام ويشتمل البرنامج على السياسات والإجراءات في مجال المالية العامة والسياسات النقدية والقطاع المصرفي وإدارة الدين وقطاعات الإنتاج والإنتاجية وخفض معدلات الفقر التي تجاوزت نسبتها المئوية حاجز 60% حسب ما ذكر وزير المالية ولا تنفصل الموازنة عن الواقع المعاش الذي لا ينكره ذو بصيرا حيث تستهدف تحسين معاش الناس عبر تحسين الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومياه الشرب وزيادة فرص العمل ومعالجة البطالة ولا تبدو الصورة وردية في ظل التحديات المتمثلة في الديون الخارجية ووجود اسم السودان ضمن قائمة الدول الرعية للإرهاب كقيدي يكبل الاقتصاد السوداني من الاندماج في الاقتصاد الدولي والاستفادة من مزايا القروض والمنح التي توفرها مؤسسات التمويل الدولية ولمزيد من التوضيح معنا من الخرطوم الخبير الاقتصادي دكتور عبد المنعم عوض مرحبا بيك دكتور ومساء الخير بداية يعني برأيك وحسب الواقع السياسي الذي تعيشه البلاد بعد اختلاع البشير عبر الثورة الشعبية ما هي التحديات التي تواجه موازنة العام 2020 كنقطة انطلاق الاستشراف المستقبل في العشر سنوات المقبلة بشأن الرحمن شكرا جزيلا على هذه الاستضافة مرحبا بك ومرحبا بمشاهديك الكرام هذه الموازنة تعتبر موازنة ابتدائية في وضع جديد من الناحية الوثائقية ومن ناحية المرجعيات ليست هناك خطة خمسية أو أهداف سياسية كلية أو نمزجة اقتصادية محددة حتى تعتمد عليها هذه الموازنة ليس هناك برنامج استعافي سلاسي أو غيره حتى تعتمد عليه هذه الموازنة فهي موازنة ابتدائية لحالة جديدة حالة لا تتكرر كثيرا وتشبه الكثير جدا من التحديات يعني أولا أنه موازنة ابتدائية غير معروفة المعالم من أين سيجب المال وكيف سيوزع صحيح أن الموجهات العامة الموازنة ذكرت أولويات محددة لكن برضو من حيث الأوضاع السياسية التحالفات السياسية والتيهات السياسية العامة العلاقات الدولية العامة للسودان علاقتنا مع البنك الدولي مسألة الدين الخاري كثير جدا من التحديات والمشاكل التي تواجه هذه الموازنة نتمنى أن تكون هناك إراضة وطنية صادقة وقوية وصون للسلام وستدباب للأمن حتى تجد هذه الموازنة أرضية مناسبة يمكن أن تنطلق فيها يمكن أن تحقق بعض الأهداف الاقتصادية والإكماعية نعم دكتور يعني هناك العديد من المدارس الاقتصادية المعروفة فما هي المدرسة المناسبة خاصة وأن وزارة المالية قد أعلنت أكثر من مرة يعني أنها بصدد إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وكيف يتم ذلك برأيك الحقيقة هناك العديد من المدارس الاقتصادية نعم المدرسة التي كانت سايدة هي المدرسة التحرير الاقتصادية والاقتصاد الرسمالي وتحرير الاقتصاد وتحرير الأسواق يبدو أن الدولة ستستمر في هذه السياسات هذه السياسات لها يعني العديد من المشاكل حقيقة هي يمكن أن تحقق يعني مشارات اقتصادية كلية بشكل عام تكون هذه المشارات جيدة لكن حقيقة عندها انعكاسات كثيرة جدا فيما يتعلق بالمشارات الإكماعية خاصة فيما يتعلق بمشارات الفغر والبطالة ويعني ده حديث ليس بجديد علي أنا بالتحديد أنا صراحة ضد السياسات التحريرية الكاملة سابغا وحاليا هذا رأي واحد يعني وبالتالي يجب أن نفكر في مدرسة اقتصادية فيها معالجات محددة يعني ما ينبغي أن نطبق نموزج واحد بحيث أنه لا نفكر في المآلات الاجتماعية الأخرى ولكن يمكن أن نطبق نموزج مع مراعاة بعض الجوانب يعني مع بعض التعديلات موديفايد بروغرام يعني نعمل برنامي سياسة التحرير لكن ممكن نرأي فيها بعض الجوانب على أساس أن المشارات الاجتماعية الكلية ما تتأثر لأن أخوانا يعني الاختصاد ده عبارة عن أداة لخدمة الأهداف الاجتماعية وليس العكس يعني ليس من الصحيح ومن المحاذير الكبرى أن نطبق نموزج اقتصادي يمكن أن يعطينا سبات في المشارات الاقتصادية الكلية وفي ذات الوقت يؤدي إلى تناقص المشارات فيما يتعلق بالبطالة والفغر والمسائل الصغافية وما إلى ذلك يعني هذا من المحاذير الكبرى والمخيفة في مثل هذه الحالات في مثل تطبيق السياسات الاقتصادية التحريرية الرسمالية أو تحرير الأسواق بالشكل المطلق والكامل نعم دكتور دائما في نهاية كل عام يثار جدل بين الاقتصاديين حول أيهما أفضل موازنة البنود أو موازنة البرامج والأداب فماذا تفضل من خلال الواقع الاقتصادي الماثل الآن ولماذا؟ طبعا موازنة البنودية الموازنات القديمة الحدث التطور هو انتقلنا إلى حتى لو لم يكن الانتقال كامل لكن انتقلنا للتفكير والحديث عن موازنة البرامج بالتأكيد موازنة البرامج هي الأفضل ولكن ربما في ظروف محددة ومعينة خاصة بموازنة هذا العام هي التي أدت إلى أن الناس يفكروا في موازنة البنود لكن بالتأكيد موازنة البرامج هي الأفضل وطالما هناك عشر أولويات محددة في موجهات الموازنة العامة ليس ما يمنع أن تكون الموازنة موازنة برامج وموجهة الأموال لهذه البرامج كلهم حسب وزنه حسب أولويته حسب النتائج المرجوعة منه نعم دكتور ما هي الوصفة المطلوبة حتى تتحقق ولاية المالية على المال العام خاصة إذا علمنا أنه ما زالت هناك كثير من الشركات الحكومية ليست لها إسهامات على الإطلاق إسهامات واضحة في الموازنة العامة ومؤسسات لا تخطع المراجعة هو أصلاح ما هي سيادة الغانون يعني نعم حصل المالية هي عند الولاء على المال العام وفي السابق كانت هناك بعض الممارسات النافذين مثلا الذين لهم قدرة ولهم علاقات سياسية محددة وما إلى ذلك هذا كله يجب أن ينتفي يجب أن يكون هناك إصلاح مؤسسي كامل يجب أن تسود سيادة الغانون وحكم الغانون والحوكمة يعني من أهم الأشياء في التنمية الآن يبدو أن تغرير التنمية قبل عامين تحدث عن الحوكمة ولاية المالية على المال العام هذه جزء من الحوكمة وجزء من الشروط الأساسية لإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية فسيادة الغانون ولاية المالية الكاملة على المال العام الشفافية وإصلاحات مؤسسية وإصلاحات هيكلية حتى تكتمل هذه المسألة وده بدونه ما بيكون في حديث عن موازنة يعني ما بيكون في استغرار في الموازنة لأن الإرادات نفسها برغم ضحفها والمشاكل الفئة والإشكالات التي تواجهها لكن بالرغم من ذلك برضو ممكن ما تجيك كلها نتيجة لبعض الإشكالات فيما يتعلق بالتجنيب أو ما يتعلق بأنه ما نكون صريحين في أنه نعلن الإرادات أو ما نجمع بعدالة أو ما إلى ذلك نعم ما رأيك دكتور كخبير اقتصادي في الإبقاء على دعم السلع الأساسية كالخبز والوقود وهل من خيارات أخرى برأيك؟ أنا طبعا مع الدعم مع استمرار الدعم وهذا ليس رأيي أنا وحدي هذا رأيي البنك الدولي نفسه في إطار الحمال الكماعية تحدث عن أربع أشياء أساسية من ضمنها الاستمرار في دعم السلع والخدمات دعم الغزائي والدعم النقضي المباشر وكله تحدث عنه بما في ذلك دعم السلع والخدمات التي يتبرع منها البعض الآن ويتحدث عنها كأنها كفر حقيقة مسألة إعادة هيكلة الاقتصاد وإعادة هيكلة الدعم يعني لها محازيرة وحتى تطبيغها غير مأمونة الجوانب وما في تيقن من أنها هي بيكون واحدة من الحلول لأنها مطبقت وزي ما ذكر التقرير الذي رأيناه سمعناه قبل غليل أن نسبة الفغر أصبحت عالية جدا في موازنات العام 2013-2014 حينما تم هيكلة الدعم ارتفع الفغر من 46.5% إلى 50% واضعين في الاحتبار أن الأسعار الأساسية للسلة التي حسبت منها هذه النسب كانت في العام 2009 وبالتالي من المتوقع أن تكون الفغر قد ارتفع وزاد عن 50% يعني أنا لا أستطيع أن أقول 60% لكن لا شيء يمنع أن الفغر يتقدم من 50% ويسحب يعني بعيدا نتيجة لهذه إعادة هيكلة الدعم ونتيجة لارتفاع الأسعار المربوط ببعض الأزمات المحلية والعالمية في الاقتصاد نعم ولكن دكتور يعني يراود أن البنك الدولي يعني أدى إلى رفع الأسعار أو يسعى إلى رفع الدعم عن هذه المواد أو السلع يعني ما رأيك؟ كيف؟ البنك الدولي يسعى إلى رفع الدعم عن هذه السلع يعني ما هناك صندوق النقد الدولي مثلا والبعض العاملين في البنك الدولي من أنصار المدرسة تتحدث عن يجب رفع الدعم كليا عن كل السلع والخدمات نعم ولكن نحن جربنا هذا ونتائجه غير يعني كانت غير مأمونة الجوانب وأدت إلى زيادة الفغر أضيف إلى أننا نتحدث عن أن استدباب الأمن وصون السلام واحد من التحديات الأساسية للموازن العامل لداء الاقتصادي الكلي إذا ما رفع تم إعادة هيكلة الدعم هذا سيؤدي إلى بعض الإشكالات من ضمنها ربما تزيد رصيد البطالة التي هي أصلا عالية جدا خاصة بطالة السافرة خاصة بطالة الشباب الذين يدخلون لسوق العمل لأول مرة وداء عنده انعكاساته عنده مشاكله عنده إفرازاته الاجتماعية والسياسية والتي ربما تؤثر على الاستغرار السياسي نفسه نعم دكتور القطاع السوداني يؤمن أو يؤمن يؤمن بالتنوع وله رغبة صادقة جدا للإسهام في بناء اقتصاد وطني قوي إلا أنه لم يجد الاهتمام اللازم بل أهمل كيف يمكن الاستفادة من القطاع الخاص السوداني للإسهام في الموازنة العامة للدولة طيب يعني لما نكون دارين نتكلم عن نكون دارين نتكلم عن الغطاع الخاص يجب أن تهيي البيئة الأساسية للغطاع الخاص حتى يستطيع أن يعمل ويتطور وينطلق يعني مثلا عندك السياسات النقدية إذا اتبعنا المدرسة التي تتحدث عن رفع الدعم والسياسات النقدية الانكمانشية والسياسات الانكمانشية بشكل عام في الاختصاد هذا يؤدي لأخانق الغطاع الخاص وبالتالي يمنح تطوره وبالتالي يمنع من استيعاب العاملين ويمنعه من أنه يؤدي الدور بتاعه فيما يتعلق بالهيومن ديفولومنت برسبيكتيف فيما يتعلق برسال مال البشري والتشغيل وتقليل نسبة البطالة وما إلى ذلك أضيفي لأن أيضا إعادة هيكلة الدعم ستؤثر سلبا على الغطاع الخاص باعتبار أن تكلفة المعيشة الأساسية تزداد وبالتالي ستشكل ضغط على الغطاع الخاص الذي ربما يؤدي ذلك للتخلص من بعض العمالة أو اللجوء إلى بعض العقودات غير النواطية في العمل التي تؤثر غطعا في العاملين وفي أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية والموازنة نفسها تتحدث عن معايشة الناس وفي ذات الوقت تتحدث عن أشياء أخرى إذا ما تم تطبيق جزء منها هذا يسأثر فواحدة من التحديات أيضا التناقضات التي يمكن أن تحكم على هذه الموازنة نتيجة للتحديات الكبيرة الموجودة فيها فيما يتعلق بالوضاع الداخلية السياسية والاقتصادية والاكتماية وفيما يتعلق بالوضاع الإقليمية والدولية نعم دكتور لعمل موازنات سليمة وموازنات خالية جدا من الأخطاء هل برأيك يمكن الرجوع للموازنات السابقة وإعادة النظر فيها للاستفادة من الأخطاء التي حدثت فيها برأيك هو طبعا أصلا ينبغي أنه كل عام الناس يعملوا تقدير للموازنة كيف وضعت كيف ونفزت ما هي المشاكل ما هي التحديات لكن الآن نحن نعم موضع جديد فيه تحديات صراحة مختلفة وما طبيعية عشان نقدر نرجع بكل بساطة للموازنة السابقة التي قبلها لكن بشكل عام الموازنات السابقة كلها كانت تركز على تثبيت المواشرات الاقتصادية الكلية بغض النظر عن الآثار الاجتماعية المترتبة عليها ده أكبر دريس مفروض نتعلم من كل الموازنات ولا ينبغي أن نركز على المواشرات الاقتصادية الكلية فيما تعلق بين النمو الموجب ومثلا أسعار الصرف وميزان المدفوعات وكل هذه المواشرات على حساب المواشرات الاجتماعية المتعلقة بالفغر وبالبطالة وبالتشغيل وبالاهتمام بالشباب مواشرات الصغافية ومواشرات الاجتماعية والأخرى نعم دكتور يعني وزير المالية وتختير اقتصاد دكتور البدوي يعني أكد على استهداف القضايا الاجتماعية كأولوية قصوى وإصلاح الخدمة المدنية العامة والأجور زيادتها بنسبة تصل إلى مئة بالمئة برأيك هل ذلك يؤدي إلى إنعاش الموازنات المقبلة مثلا؟ طبعا دي أحلام جميلة صراحة دي أهداف كل الكل يتمنى صراحة ونتمنى أنه تتحقق ولو جزيا لكن الوضع الماثل تحديات التي تجاوح هذه الموازنة يعني بأي حال من الأحوال لا تشير إلى ذلك ولكن حتى إذا استطعنا فقط أن ندير موازنة العام 2020 بحيث لا تتراجع المؤشرات الاجتماعية تثبت في مكانه أو تتغدم بطيء ببطء شديد هذا في حد ذاته سيكون نجاح كبير جدا في تغدير خاص هذا احتمادا على قراءة مجمل الأوضاع العالمية والإقليمية والمحلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية طبيعة الصراعات السياسية الموجودة الآن عدم الاستقرار لحد كبير الشارع نفسه قابل للالتهاب وقابل لأنه يتحرك إذا تم رفع الدعم من أي من السلع الأساسية التي تؤثر عليه الاختصاد الحاد التي يكون فيها مضغيرات اقتصادية كبيرة تؤثر على الناس تحتاج إلى توافق سياسي كبير حتى نضمن أنه كل مكون سياسي أو مكون اجتماعي يكون مختنع بهذه الاصلاحات الاقتصادية ويغنع بها الآخرين حتى نضمن أنها تنفذ وأنها تكون لديها مقبولية في الشارع حتى ولو بنسبة معقولة حتى نتمكن من تنفيذها والمضيق من الموازنة الموازنة جمّة وكبيرة وأنا أستغرب عن الحديث الكثير من الفنيين يتحدثون عن كل هذه الأولويات مجتمعة مع بعض هذا لا يتسنى وهذا ليس واقعي صراحة أنا أقول هذا الكلام بكل أسف لا أتمناه ولا أرجو ذلك لكن هذا لا يتأتى الصحيح أن نركز على الأولويات الصحيح أن نوازن بين الأهداف الاقتصادية والأهداف الاجتماعية والأهداف الأخرى الصحيح أن نبني تحالفات الإقليمية متوازنة تتفق معنا وتتفق مع الواقع أن نحاول أن نجري كل ذلك في اتزام وتوازن حتى نسير قدما بهذه الموازنة إلى نهاية العام 2020 حينها يمكن أن يكون لكل مقام المغال وحينها يمكن أن نعيد التقييم ومثالما نشوف ننطلق وين نركز على أهداف شكل الموازن بيبقى كيف الإرادات المتوقعة بتأتي من وين وغدرة كم نجمعها بأعدالة كيف نوزعها بأعدالة كيف عشان نحقق غياته أهداف نكون متوازنين نفسنا في تحقيق الأهداف من الناحية القطاعية ومن الناحية الجغرافية برضو نكون متوازنين في تحقيق هذه الأهداف في كل ولايات السودان وغاليم ومدن وهكذا يعني حتى نحقق الأهداف الاقتصادية والسياسية لأن الموازنة برضو هي تول وأداة هامة جدا اقتصادية لكن عندها ظلالة وأبعادة السياسية والإيتيماعية والصلافية وما إلى ذلك حتى أبعادة التعاون الدولي تكون واضحة في الموازنة الأمة نعم إذن دكتور عبد المنعم عبد الخبير الاقتصادي أشكرك جزيلا شكرا جزيلا بعد الفاصل أخبار الولايات الاقتصادية تابعونا